أعزائي المشاهدين إحنا دايماً متعودين أن النجوم يبقى قصاد الكاميرا بس المرة دي الحلقة بتاعتنا بتتكلم عن نجمة من وراء الكاميرا نجمة في إيديها تنجح فيلم أو تسقطه نجمة من نوع خاص هي صغيرة في السن بس نجمة والتخصص بتاعها في حاجة في أفلام الرعب أفلام الرعب وبس فمعنا حلقة النهاردة من نوع خاص ألا أزايك أخبارك أشمعنا فكرت أن أنت تشتغلي في الكارير دا أو المجال دا عشان هو حاجة متميزة جدا وهو كمان حاجة مش معروفة قوي هنا في مصر فأنا حستيت أن أعزة أعمل حاجة مميزة مفيش حد أعمالها قبل كده حاجة جديدة فحبيت قوي أن أنا أدخل في المجال دا و أعمله مع أنك أنت سنك صغير يعني الفكرة جات لك إزاي بدأت معيك إزاي أنا كنت دايما دي موهبة طبعا ببقى في السن الصغير دا يبقى موهبة ومعجزة كمان أنا كنت بحب أتفرج قوي على أفلام الرعب وعرفت عايزة أعرف الحاجات دي بتتعمل إزاي أو أنا عاملها إزاي فدورت وعرفت أنا إزاي يعمل الحاجات دي أنت تعرفيني مش أي حد بيعرف يعمل الشغل الرعب دا يعني دايما الأفلام سنلمائية دايما يجيبوا ناس من برة تشتغل فأنا أول مرة بجد أشوف حد في مصر وفي سن صغير كمان زيك يبقى بروفيشنال بالطريقة دي أنا حاولت ودورت عشان أعرف إزاي أجيب الحاجات دي وأعملها كويس طب لقيت المواد بتاعتها دي سهلة لا المواد بتاعتها مش موجودة في مصر أنا اللي بعملها مش موجودة لا أنا بعملها بعملها بحاجات طبيعية جدا أنت اللي بتعملي المواد دي أنا اللي بعمل حاجات يعني أنت غير أن أنت بتعملي الميك أب الهالوين أنت كمان بتصنعي المواد دي أه أنا اللي بعمل الحاجات اللي أنا بعمل بيها لشغل ده وكلها حاجات طبيعية ومش مدرة للبشرة خالص ولا للجلد طب الحاجات دي مش هتبقى مدرة يعني ما فيهاش أي ضرر لا خالص طب دي حاجة كويسة جدا يعني ممكن تورينا حاجة أه احنا معنا كده بس كم صورة كمان لأن الصراحة أنت بعت صور للقناة كلنا ترعبنا وخفنا صور يعني مرعبة جدا نحن نعمل فيلم رعب كده على هوا فيلم رعب على هوا دلوقتي لأن فيهن جوم كتير قوي بيبقوا وراء الكاميرا إحنا ما نعرفش عنهم حاجة وهما بيبقوا الأساس في نجاح أي فيلم أو أي مسلسل النجم مش مش لايب كورة أو ممثل أو غنى فيه ناس تانية هي لنجمة النجم ده وعملته فإحنا معنا مثال برضو يعني نعرف إيه اللي بيجرى وراء الكاميرا من الناس بقى اللي بتنجح الناس دي ألاق واحدة منهم ألاق ممكن تشرحي لنا برضو اللي مش بتعمليه عشانو السادة المشاهدين يبقوا عارفين ده الواكس اللي أنا بعمله اللي أنا بعمله بحاجات طبيعية ده اللي أنا المفروض بشكل عليه بقى الجرح اللي أنا عايز أعمله وعايز أعمله إزاي على حسب كل حاجة بقى أنا عايز أعملها بس هو ده أساس الميكاب كله هي المواد دي غالية يعني أنت لما بتعمليها لأ بحاجات طبيعية وكريمات وكلها حاجات للبشرة لأ يعني أنت ممكن يبقى عندك بعد كده مصنع لبيع الحاجات دي كمان يعني نعم ممكن أكيد ده يعني برضو من ضمنة محاواتك صح؟ أه دي الأول يا قليق بتعملي حاجات كده تتحط الأول قبل تبدأ اسمو إيه؟ ده الواكس اللي أنا بعمله ده اللي أنا بحطه في الأول وبشكل عليه ده ده أنت كل الحاجات دي عاملها في البيت؟ اه كلها المصراحة مش مصدقة أن أنت صغيرة كده ومشاء الله عليك يعني تاتشهود وبتقدري تعملي كل ده رأيي ماما إيه لما عرفت أن أنت خطرت الميكب لهالوين؟ شجعتني جدا طبعا وأي حد كان بيعرف أن أنا بحب الحاجات دي كان بيشجعني لليها لأن هي حاجة مميزة جدا كان كلهم بيشجعوني لها تحب تقولي إيه بقى الماما اللي شجعتك؟ طبعا شكرا لها جدا وهي دايما بتساعدني في كل حاجة أنا بعملها وليلي يا لأ البشرة بتختلف معاك؟ يعني لو في بشرة بتستجيب للميكب الهالوين بسرعة وفي بشرة بتتعبك بتحتاج منك مواد كثير؟ لا هو كله بالنسبة لي واحد هو الاختلاف بس بيبقى ممكن في لون البشرة يعني في ناس ممكن لون بشرتها مثلا لأ لازم أحط حاجات أكتر واشوف حاجات أكتر عشان أحطها فيه ناس تانية لأ طب بصراحة قولي يعني قولي لي صحابك بيقولولك إيه؟ لا بيعجبهم قوي اللي أنا بعملوا كلهم يعني محدش بيخاف بقى؟ لا بيخافوا بيخافوا أنا خفت أنت لما بعطيلي الصور أنا خفت الصراحة يعني وما صدقتش بيخافوا بس هما بيحبوا الحاجات دي بس آآ ممكن بس تعليلي على الصور دي؟ الصورة دي أنت وعملتيها زي؟ دي أنا عملتها برضو بالواكس اللي أنا بستخدمه ده بجيبه وبعمل كل حاجة رفيع جداً وبلوينها على حسب اللون عشان تبين تفاصيل أكتر وتبين أحسن يعني بجيب الواكس ده بعمله حتة صغيرة وبين بعض تفاصيل اللي أنا عايزة يعني الميكب اللي على الإيد غير الميكب اللي على الوش؟ ده لي مواد؟ لا هو ده لي مواد وده يعني ده واحد وده واحد كلهم واحد اه بس الميكب ده مش الميكب ده مش يعني مش للستات أو البنات اللي تخوف خطبها أو جوزها تروح تعمل بقى تعمل حاجة زي دي وتخوفه لا إحنا بنقول شغل الثاني ما بس مش أكتر تتعرفي أن برا في أوروبا بياخدوا جواز أحسن ميكب أحسن ميكب هالوين الحاجات دي بيهتموا بيها جدا لأن الكريف ده مش كله بيقدر يعمله نا أنا عشان كده حبيته يعني جاد أسماء معدودة جدا برا مصر كمان يعني في أوروبا وغالبا إن إحنا لما بنيجي نعمل أي فيلم رعب هنا في مصر أنا عارفة إن هما بيجيبوا ناس من برا أنا عشان كده حبيته لأنكم بعمل حاجة متميزة أنا عارفة إن إنت عملتي شغل كمان في الفن كتير قوي كويس إن إحنا عندنا حاجة زي دي في بلدنا بجد يعني ممكن تشرح لنا معالس ما ياخد وقت منك قبدي إيه؟ على حسب الحاجة مش كل الحاجات اللي أنا بعملها ممكن تاخد وقت كتير تي حاجات بتاخد وقت قليل جدا وحاجات لأ بعملها بسرعة وعشانها متعودة فبقيت بعمل بسرعة يعني كل حاجة أنا بعملها ما بتاخدش مني أوقات كتير الأول كانت بتاخد منك وقت كبير آه وده أكتر بيتلب في أفلام الرعب آه الميكوب ده آه ودايماً أكتر حاجة في أفلام الرعب إن يجيبوا حد متخصص يعني مش مش أي حد ممكن يعمله يعني مش أي ميكوب ممكن ميكوب آرتست يعني كانت تتعمله آه بس على ما أعتقد يعني ما ينفعش لازم حد يكون متخصص في المجال ده آه وليلي كده ده بلاشر بحطه عشان إيه؟ قبل ما حط الدم اللي أنا هحطه بعد الدم آه هنحط دمي كمان آه لأنتي خطر بقى قلق كده بقر علينا بجد يعني بعد كده بقى المنتجين ما يجيبوش آه ميكوب هالوين من بره بجد يعني آه أنا شايفة أن في نجمة معينا وحد معجزة بجد كده المفروض إن ده جرح ولا ده؟ آه مغماضي يعنيكي آيوا آه قولي لي ماما بتشجعك إزاي؟ آم أنا أي حاجة بعملها ماما دايما بتحاول إن هي يعني بتشجعني وإن لقي عملي وبتوريني أفكار كتيرة قوي لكل حاجة أنا بعملها بتساعدني قوي يعني في كل حاجة وأي حاجة جديدة هي بتعرفها بتدني أفكار يعني ما أطردتش ما قالتليكيش إن ده آآ لأ شوفي حاجة تانية لا أطردتش أنا عارفة إن ديكي أخت ما شاء الله يعني في مجال الميكوب الأرتيست آه يعني حد مشهور إسراء آه مشهورة لنا كلنا ولكل الفنانات فاما ما أطردتش برضو إسراء يعني ما قالتليكيش لأ خليكي معي في الميكوب الأرتيست لا أهو كل حد فينا كان عنده حاجة بيه تارجبت كل واحد فينا بيعمل حاجة الله هو حس إن هو يبقى أحسن فيها هم بالصراحة أنا ملاقتي أخيف قولي لي اللي انتي بتروشيه ده هو ده الدم ده مش ميكروكروم ولا حاجة يعني في أفلام القديمة قوي اللي هي بتاعت قديمة قوي كانوا بيحطوا ميكروكروم دلوقتي ايه بقى الجديد ده ديه ألوان برضو عادية ألوان عادية لكن مش مدرة لأ خالص ما فيش حاجة من اللي أنا بعملها بتضر البشرة أو بتعمل أي حاجة تمام ألا قولي لي يعني الترجل بتاعك ايه في الكارير ده نفسك توصلي لإيه يعني أنا شايفة انتي بجد أنا معجبة بيك قوي انتي صغيرة عندك 18 سنة وعندك كل الموهبة دي فاحنا عوزين نعرف يعني انتي أملك ايه يعني في الكارير ده فاهميني أنا حاسة أنا عاوزة يعني أعمل حاجات أكتر بكتير قوي وحاسة أنا عايزة أوصل للناس يعني فيه ناس كتير قوي هنا برضو مش أنا الواحد دي بتعمل حاجات دي وبتعملها أحسن وبحاجات كلها طبيعية وأحسن لأن احنا هنا بنعملها كمان في مصر طيب ميك أب الأرتست أصعب ولا ميك أب هوليود إلا هالوين هوليود سوري هالوين أنا بدايت أخيف فلأ أقبطته ميك أب هالوين أصعب ولا ميك أب الأرتست يعني الميك أب ده اللي انتي بتعمليه أصعب ولا الميك أب اللي بتعمله إسراق لا أنا من وجهة نظري شايفة هما اللي كنين ده أصعب عشان الميك أب ده لازم يبقى فيه مصدقية إن فعلا ده دم وده جرح أو حد اتحرق حد تعور أو مات لازم يكون فيه مصدقية انتي طبعا في البيت تأكيد بتعمل لهم أشكال وتعمل لهم حركات كده ماشي Ort Jagd يعني هيا كده كأن سكينة أو حاجة وده دم تولي وده دم مفتوح بقى يعني كل الي احنا بنشوفه في الأفلام بيبقى معمول كده بس بقى باختلاف الماتيريا اللي هما بيستخدمونها احنا برضو اسراء هتكلمنا برضو عن شغلها كانت اسراء هتجينا النهاردة بس هي عندها شغل هنعمل شغل بتعمل شغل في اسكندرية دلوقتي هي عندها فرح بين في اسكندرية بتعمل ميكاوب ومعنا اسراء معنا اسراء هيت تتصل اسراء ايوه ازايك عاملة ايه الحمد لله ليس وينك كان نفسي بجد يا اسراء تتيجي النهاردة معلش والله احظة عني ماشي يعني خلتيني انا اعمل ميكاوب بنفسي كده وحش يا اسراء ولا حلو لا حلو جدا طبعا ماشي تعلمت منك انا بشوفك دايما بتعملي ميكاوب لفنانين كتير وفنانات خنانات ويعني انا عارفة ان انت بتشتغلي بالماتيريال بتاحتك وبماتيريال معين وبيجيبيه من برا ده اللي انا عارفة عن اسراء عشان كده ده سبب شهرتك وكلنا بنحب نعمل عندك ميكاوب في طبعا صور احنا عوزين نسألك عليها برضو اسراء وانا هنا ده قبل الميكاوب وبعد الميكاوب فيه شغل طبعا فيه شغل كده انت عاملها عاجبني جدا ازاي اسراء نقدر نحول بنوطة صمرة تبقى بيضة يعني ازاي تعمل لها ميكاوب خليها من صمرة لبيضة ازاي بصي هو مش بتبقى بيضة هو احنا يعني ماكسوم بنفتح الفونديشن درجة لان انا لو فتحته اكتر على واحدة صمرة هيجير اه يعني لازم الفونديشن عشان ينحط صاحب يبقى نفس درجة البشرة طيب اسراء كلنا بنعاني من مشكلة تحت العين ممكن اه ندري ازاي الهالات اللي تحت العين الهالات ودي اكتر في الفنانات يعني عشان بيصهروا الاضاءات بتتعبنا والموزيعات طبعا بكلنا برضو بنتعب فاقوليلي ازاي ان احنا ممكن ندري الهالات دي في الكنسيلر والكوريكتور الكوريكتور ده اورنج طبعين؟ الورنج والكنسيلر بيبقى درجة اغمى من درجة البشرة طيب يعني الميكوب ده يعني اللي انت بتقولي ده درجة الورنج على البشرة البيضة والبشرة الخامرية والصمرة ولا بتختلف؟ هو لي درجات هو ليه اكتر من درجة يعني من درجة معينة يعني الورنج برضو من درجة موحدة يعني دلوقتي انا بشرتي بيضة احط ايه او قلقة تحط المفروض ايه تحت العين؟ الكنسيلر اغمى من درجتها اغمى او ولو بنوتا الهالات لو اوفر بتحط الكنسيلر الورنج طيب عاوزة برضو اسألك سؤال تاني كده كل يعني او يعني في ناس كتير بتسأل عليه ازاي حد يعني يبقى واحدة سنها كبير وتقدري تلعبي معيها بالميكوب لو سنها خمسين تخليها تلاتين وده انا انا شفته معاكي يعني شفت حد انت عملتلها ميكوب بدون ذكر اسماء وخليتيها فعلا عندها حاجة وتلاتين عملتي ايه هي السن بيخرق في موضوع القطوط اللي تحت العين وحوالين فالقطوط دي بالبرايمر او يعني برايمرز وبلندنج او والكونتورين طبعا ليه يعني اتاسي اه اسراء في في بنات بتبقى في سن صغار جدا عاوزة تحط ميكوب تنصحيها بايه ولو هتحط ميكوب تحط ايه ايه الالوان اللي هي تبقى مناسبة لسنها الصغير هي كلها المفروض بتبقى الوان هادية يعني زي كده الوان يعني ما شاء الله عليها انا شايفة انها حطة الوان هادية جدا او بالضبط يعني الالوان النود هي اهدى ضربات ايه ايه يعني فيه ملامح كده بتبقى بريئة عاوزين نغير ملامحها انها تبقى يعني يعني صاحبة عين متبقاش حواجبها مدورة لا تقدري تسحابيها تسحابي العين تبقى زي القطة كل ده بالميكوب بتقدري تعمليه اه تماما بتغير الميكوب بيغير من شخصية الشخصية اللي معايت يعني لو شخصيتها بريئة ممكن تخلي شخصيتها عنيفة شوية او العكس يعني فيه ناس مثلا تبقى رفع حواجبها كده لا ممكن تعمللها ميكوب يخلي وشها بريئة او بغير الشيء بتاع حواجبها بالكونتور مثلا بغير وشها لو وشها مسحوب بنعمل لها يعني بنغير شكل الوشك طيب اخر سؤال طيب نقولهولك بقى عشان ده بيبقى شغل كل الستات ايه اللي بيحفز بيحفز الكولاجين في البشرة يعني ايه اللي بيخلي الكولاجين يطلع في البشرة بسرعة يعني كلنا بنسأل سؤال بك كولاجين هو اكثر حاجة اللي بتحفز الكولاجين الدرما بن الايه؟ الدرما بن تمام نرجع بقى تاني القلاء الله يا قلاء ايه ده ايه ده احنا هنا عملت كدماء انا سيبك ثلاث دقايق تهملي كل ده هنا بعضو عملت دي عملت كدماء هنا اه دي كدماء اللي فوق طب ممكن نقرب شوي بالكاميرا كده في كدماء اه اه في ايوة في كدماء فوق كده دي طبيعية جدا كأنها فعلا مغبوطة او حاجة دي برضو عملها بالالوين وعليها حمريد جدا الحاجات دي برضو بتاخد وقت ومجهود كبير قوي اوه موضوع صعب قوي نسرع بقى شوي معنا دقتين اه انا خلصت انت خلصت كده يا عطار ما شاء الله يعني في عشر دقايق اعملت ده كله ده كويس جدا بجد يا الاء انا يعني احنا مبسطين قوي انت عملت حاجة جديدة يعني محدش قبل كده طلع الشاشة وعمل الشغل الجميل ده الشغل الراب والهالوين ده يعني احنا دايما بنشوفه جاهز في الافلام بس محدش بقى يعمل كده في البيت اه بس ده دم برده اوه دي حاجات انت عاملها كأنها لسه معمولة دلوقتي طيب كل ده انا بعمله وبيفضل بقى معي يعني مش لازم استخدمه في وقتها بيفضل معي كده طب بتستخدمي ريموف معين عشان تزيلي الميكوب ده لا هو بيتشل على طول اصلا بعد ما بخلص سهل جدا يعني ذري الميكوب بتاعنا او لا بيتشل على طول عادي او او انت خلصتي او او زكي بقى تعودي عشان نعمل كلوز بالكاميرا على الموديل ايه والنس تعرف معينا اللي برا قبل وبعد ايه جميل ده بجد يعني ما شاء الله عليك يا قليق ايه مثل متحبي تقولي ايه الماما؟ اااااااااااااااااااااااة ان شاء راجع ما توبتهم حاجة 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 حاجة؟ فيه اختلاف جامد يعني انا مش مصدقة الله يناور بجد شو الحلو ده احساسك اي دلوقتي احساسك اي دلوقتي مغدودة مش انتي طبعا صح مش انتي احساسك اي دلوقتي طبعا يعليق على الفقرة الجميلة دي والحاجات اللي احنا اول مرة بجد نعرفها واتمنى ان احنا نكون فدنا النهار ده وستدى المشاهدين معينا وان شاء الله وبشكرك مرة تانية وبشكرك تعبناك معينا وان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج انجي والناس ان شاء الله اوكي